شارك سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة بأعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية جاء ذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعدة وزراء التجارة في الدول العربية والوفود المشاركة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبهذه المناسبة ألقى سعدة وزير الصناعة والتجارة كلمة أشاد خلالها بجهود دولة الإمارات في استغافة هذا المؤتمر ودور المملكة العربية السعودية الشقيقة منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية والوفود الدائم لجامعة الدول العربية لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وجهودهم المبذولة في دعم مختلف الموضوعات ذات العلاقة برفض القطاع الاقتصادي وأشار سعادته إلى حرص مملكة البحرين والتزامها بتعزيز الأمن الغذائي منوها بمساعي المملكة للدفع قدما بالتجارة الإلكترونية في إطار دعم الجهود الدولية في هذا الشأن من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولة كما لفت وزير الصناعة والتجارة إلى الدور الهام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد متمنيا أن تصل مخرجات الاجتماع الوزري إلى النتائج الإيجابية والعملية التي تعزز الجهود المبذولة لتنمية النظام التجاري العالمي ترجمة نانسي قنقر